أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات وتطين الترع بمساحة تصل إلى 40 ألف كيلو متر بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه وأضف الرئيس السيسي أن الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة لتغيير حياة 60 مليون مواطن مما وفر آلاف فرص العمل للشباب وتشغيل مصانع الأسمنت والحديد ووسائل النقل بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق وذلك على الرغم من أن مصر لا تعاني من مشكلة الإنبعاثات الضرة وتكاد لا تذكر مقارنة بنسبتها على مستوى العالم المشروع بتاع حياة كريمة اللي طرحه برضو دولة الرئيس على إن إحنا بنغير حياة 60 مليون سواء كان بإحنا بنعمل طبطين للترع حين بيكلم على 40 ألف كيلو متر من الترع هيكلفونا أكتر من 80 مليار جنيه هما 80 مليار جنيه دول مجدول فرصة عمل متاحة للناس القائمين على عملية التبطين هما مصانع المواد بالأسمنت والحديد اللي بتشتغل دي هتبقى فرصة عمل للناس اللي بتقوم بهذه الصناعة ثم وسائل النقل وحاجات أخرى كثيرة إذن رغم إنها ما يعني يعني محنا إن إحنا كان عندنا هذا الأمر عايزين نغيره وحيكلفنا تكاليف كثيرة جدا جدا لكن هو في النهاية هيبقى فيه فرص جواه بالإضافة طبعا للهدف الرئيسي منه اللي هو الإصلاح عملية المناخ